السلام عليكم سعد الله يومكم وكل أوقاتكم يا رب كيفكم جميعا إن شاء الله طيبين فيدي اليوم بإذن الله اللي هو الروتين الشهري اللي يتكرر في المطبخ سواء من تفريزات سواء من تجهيزات يعني كل ست بيت لها طريقتها في يعني الروتينها الشهري خاصة بعد ما تقضي إيش تسوي إيش تفرزن إيش تقطع إيش تجهز دائما كل ست بيت لها طريقتها وأسلوبها في الأشياء اللي تسويها في المطبخ أول شي بديت يومي بالكاستليمو المتعود عليها سبحان الله الصباح في باراكة يعني اللي تصحى بدري تلقى وقت تسوي كل شغلها تقريبا وتخلص في يوم واحد عندي هنا الزنجبيل طبعا أنا في أشياء مكررة عندي في الفيديوهات فما حبيت إنه بالتفصيل أعيدها عندي هنا الزنجبيل قشرته وفرمته في محضرة الطعام وأوزعه في أكياس سبحان الله على قد ما أجرب يعني في تفريز الزنجبيل طرق طبعا كلنا نستفيد من بعض ونشوف فيديوهات وسواء يعني الناس متابعينهم أو لا نشوف يعني كيف طريقتهم في التفريز بالنسبة للزنجبيل على قد ما جربت إني أحط في مكعبات ثلج أحط في علب صغيرة لكن أكثر شيء حسري يحني أناسبني الطريقة هذه يعني أروح أجرب كذا طريقة وأرجع مرة ثانية لطريقتي اللي متعود عليها أني أوزعها في أكياس وأخليها كده طبقة خفيفة جدا زي ما أنتم شايفين يعني مجرد أنه بعد ما تفرزنيها بس تضغط عليها على طول تنكسر أحب هذه الطريقة صراحة هنا كمان رح أخلط النسكافة اللي متابعني من زمان يعرف أني أحب أخلط نوعين نسكافة دائما النوع الغولد الذهبي والنوع الغامق يعني نوع غامق مع نوع فاتح اللي يحبه النسكافة ويحبه القهوة السودة عموما جرب الطريقة هذه حتعجبك أنك تخلطي نوعين من النسكافة حلوة الناس اللي تحب القهوة وتحب الطعم القوي شوية في القهوة حتعجبها الطريقة هذه أخلطها وارجعها مرة ثانية في علبها يصير سهل خلاص بدل ما أأخذ من هنا ملعقة ومن هنا ملعقة لا خلاص مخلوطة وأخذ الكمية اللي أحتاجها مو شرط النوع اللي أستخدمه هذا اللي تفضل إنتي نوع غامق ونوع وسط أنا أحب هذه النوعين الغولد والإكسترا أو الغامق الغامق وفاتح مع بعض جدا طعمها لذيذ مميز يعني صراحة اللي يحبوا القهوة السودة حتعجبهم الطريقة هذه طبعا سويت أشياء كثير فرزنت ثوم بس ما ما صورته جهزت بهارات بس برضو طفشتكم من كثر ما أسوي بهارات والفيديو خلاص يعني عارفينها طريقتي مجرد أني بس طحنتها ووريتكم العلب قديها جاهزة أنا كان من قبلها بيوم طبعا تأخذ وقت البهارات فمن قبلها بيوم غسلتها ونشفتها خليتها قبل بيومين تأخذ يومين إلا أنت تنشف زي ما أنتوا شايفين هنا جهزتها خلاص في العلب طحنتها وجاهزتها كانت جاهزة عندي زي ما قلت لكم حتى حمصتها من قبل بيوم حمصتها مجرد أنه اليوم الثاني طحنتها وعبيتها في العلب سبحان الله اللي تسوي بهارات يعني أنا من زمان صراحة ما كنت أسوي كنت أشتري جاهز لكن كم سنة ليا أنا أعتمد على بهاراتي أسويها ما عد يهجبني شي سبحان الله حتى في سور ماركت أحيانا أشيل أقول أبقى أجرب هذا النوع أرجع لا أقول لا أنا بهاراتي أفضل سواء بهارات مشكلة طبعا غير البهارات الهندية أنا أشتريها جاهزة الكاري وكذا لكن أنا أقصد البهارات العادية بهارات الكبسة بهارات البيضة لا أحب أني أسوي أنا بهاراتي هنا عندي فاصولية قطعتها على أساس أني بفرزنها بعد ما أخلص قلت لأ خليني أطبخها الكمية ما هي كبيرة وبما أنه مول كل البيت يحب فاصولية فسويت جنبها رجلة يعني سويت رجلة وفاصولية قلت حلو أنها تبقى لليوم الثاني يعني أكيد ما شاء الله الكمية نوعين حيبقى لليوم الثاني خاصة أنه اليوم الثاني كان بنت ريهام عندها موعد في مكة اللي متابعين من زمان يعرفون بنت مريضة كرونز وأتابع معاها في مدينة الملكة عبدالله في مكة فطبعا ما يمديني اليوم الثاني أني أسوي أكل فخلص أرفع من الطبختين هذه لليوم الثاني يكون الغدان جاهز نرجع من الموعد يكون الغدان جاهز هنا حطيت البصلة تذبلت طريقتي في الفاصولية الخضرة طبعا كل ست بيت لها طريقتها بس نتبادل يعني نتبادل الطرق كل واحدة تأخذ وتستفيد من الثانية شيء بعد ما ضبلت البصلة حطيت الثوم حطيت قطع الدجاج أحمسها أحنا نفضل الفاصولية بالدجاج والبامية نحبها باللحم حتى الملخية نحبها بالدجاج وأكيد أنتوا طبعا كل بيت يفضلوا شيء ضفت هنا معجونة الطماطم أحمسوا شوية مع الدجاج والبصل قبل ما أضيف الطماطم ضفت كمان فلفل أخضر حار إذا تحبوا أنا ما أحب أفتحه يعني عشان ما يتطلع حرارته في الأكل بس يدينكها ضفت هنا من البهارات عد البهارات دوبها طازة مطحونة فماشاء الله ريحتها ضفت كمان معجون طماطم وملح طماطم عفوا معصورة وملح وآخر شيء أضيف الفاصولية بعد ما غسلتها والموية المغلية وأخليها تكمل سواها قلوا لي أنتوا في التعليقات تفضلوا الفاصولية باللحم ولا بالدجاج وكمان الفاصولية بالزيت مرة لذيذة إن شاء الله يوم أسويها معاكم بدون لحم أو دجاج بالزيت بس بالزيت الزيتون والكزبرة والطماطم أمي دائما الله يديها صح والعافي دائما تسويها تحب أمي طبخات الزيت ولذيذة من جد خلاص زي ما أنتوا شايفين حطيت عليها الموية المغلية واخليها تكمل سواها ونشوف مع بعض طريقة الرجلة الرجلة أنا تعودنا وتعلمتها من أمي أنه نطبخها نيفني يعني ما أكشن أو شيء لا كل شيء نحطه فوق بعض تعودنا بذي الطريقة وسراحة لذيذة يعني ما جربت أني أكشنها أو شيء لا على ما تعلمت من أمي وخلاص هذا الطعم المميز أحسوا لها حطيت بصل حطيت ثوم حطيت دجاج حطيت زيت زي ما أنتوا شايفين كل المكونات كلها أحطها فوق بعض حطيت هنا برضو فلفل كل المكونات هحطها زي ما قلت لكم هنا حطيت بهارات وملح كل الطبخة فوق بعض وآخر شيء حضيف عليها عدس صبعا أنا عندي مجمدة من أول جبتها وغسلتها الرجلة تحتاج أنها تنغسل يعني مضبوط كذا مرة لأن يجي فيها تراب فتحتاج أنها تنغسل يعني غسلتها كذا مرة وصفيتها وفرمتها ودخلتها الفريزة ويسير عشان وقت الطب خلاص سهل زي ما أنتوا شايفين حطيت عليها عدس أصفر يعني حسب الكمية أنا حطيت هنا تقريبا زي ربع كاسة حسب كمية الرجلة الرجلة ما هي كثيرة عندي خلاص وضفت هنا الفاصولية خلاص باقي يعني شوية وتستوي ضفت عليها الكزبرة الخضراء أنا أحب أضيف الورقيات على الإدامات يعني يا الكزبرة يا الشبت بس الشبت طبعا مو مع أي شيء لا الكزبرة تمشي مع أغلب أنواع الإدامات أحب كذا تعطيها نكهة حتى الشربة لما نسوي شربة شوفان أحب أضيف معها كزبرة خضراء تعطيها نكهة مميزة هنا خلاص الرجلة تركها طبعا لسه ما استوت هنا ما شاء الله تسبكت شايفين أنا أحب الرجلة مرة بس سراح عندي البيت لا مو كلهم يحبوها حتى أحب أضيفها مع السلطات جدا لذيذة قطف الورق وأضيفها مع السلطة طعمها حلو وهنا يكون وصلنا لنهاية الفيديو هذه الفاصولية وهذه الرجلة سويت جمبها روز أبيض جربوها بطريقتي إن شاء الله تعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته